اهلا ومرحبا بكم في قناة فيديوهات متنوعة شاملة هنعمل النهاردة في الفيديو بتاعنا طريق التخليل الليفت بمناسبة ان هو اليومين دول الموسم بتاعه وهنعرف ازاي يطلع معانا الليفت كويس وما ارمش ومهوش تاري ومشارب مية ونضيفه حلوه بازن الله يتاكل في يومين اتنين بس يعني طريق التخليل في يومين اتنين بس الليفت معانا هوت انا جايب اربعة كيلو يومين دول سعره يعني كويس الاربعة بعشرة الاربعة كيلو بعشرة جنيه انا جبت الليفت وقطعته ونضفته زي ما احنا شايفين كده قطعت العنق اللي فوق وقطعت اللي بيبقى عامل فيه زي الشعر كده بالمقشرة بتاعت البطواتس بنغسله كويس قوي عشان بيبقى في تينا من الارض وبننضفه وبعد كده بقى هن نقطعه حلقات دواير كده بالعرض ونبدأ نقطعه بالشريح تولي هوريكو دلوقتي هعمله ازاي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده ومعايا سكينة بتاعت تقطيع المخلات اهي السكينة دي مهيش غالية برضو شارينها بخمسة جنيه وفي محلات بتباحها اربعة جنيه شايفين بتطلع الشكل عامل ازاي اه شكل المخلل بيبقى شكله حلو معرج كده وشكله حلو كمان بتنفع في تقطيع البطاطس وابع اه ده اه بعد داك خلصت تقطيع الليفت كلها معنا وهتجيب بنجرايا تكون بنجرايا حمراء كده حلوة نقطعها وهنحطها على كمية الليفت اللي احنا اه هنعمله اه مش عايزين نزود في البنجر قوي عشان يبقاش طلع لونه غامق جدا ومش عايزين نقلل منه برضو عشان يبقى لونه طلع لونه البنبل حلو اللي احنا شوفناه في اول الفيديو ده وانا هستخدم معانا برطمان ازاز اهو اه البرطمان ده هياخد معايا الكمية الاربعة كيلو اللي انا جايباهم الاربعة كيلو دول طبعا بعد التقطيع بيصفوا على تلاتة كيلو اه عاب يبقى في البرطمان اه الليفت نحط الحبة في شوية وبعدين قوم حاطين واحدة بانجر هنا واحدة من ناحية تانية كده اصادها هنعبل اه الليفت في البرطمان راسة اه ليفت وايه واحدتين بانجر عشان من تحت بقى لونه احمر زي من فوق بالزبط نمشي بقى زي ما احنا شايفين كده شوية آآ ليفت وبعدين واحدة آآ واحدتين بانجر شوية ليفت كده واحدة بانجر من ناحية تانية واحدة من يم ما دي نكمل ليفت ونحط بقى ايه واحدة بانجر فوق كده شوية هنحط كمان حبة ليفت صغيرين عشان البرطمان وبعدين هنحط برضه هنجيب آآ واحدتين بانجر او حتة حتة بانجر او حتتين بانجر ونحطوه مع الوش ومش عايزين نكبس البرطمان قوي علشان ما نكبس البرطمان قوي ما بياخدش من الملح بتاعه يعني تحس ان هو ايه لسه ما هتخللش نما لما تسيبيه كده من غير ما تكبسيه بيبقى متخلل وكله ياخد لون واحد وكله بيبقى طعمه حلو وانجيب بقى الميا الميا من بتاعتنا انا غالية لتر لتر ملي ميا غالية في الكاتل آآ طبعا دي ميا مغلية بس انا استنيت مهدية شوية وعيرت اللتر ده طلع خمس كبيات مج ميا كل مج عليه معلاءة كبيرة ملح كل مج ميا عليه معلاءة كبيرة ملح علشان يبقى الملح بتاعه مظبوط وعايز اقول برضو ان لما نيجي نحط الميا على اللفت بنحكم الغطا كويس قوي عشان ما يدخلوش هوا ويعمل ريم على الوش او يبقى الوش لون وتحت لون تاني انت بتحكمي الغطا كويس قوي في القفل علشان يبقى ما يريمش وما يبقىش وحش ما تيجي تاخدي من اللفت ما تاخديش بايدك برضو عشان ما يريمش تاخدي اللفت بمعلاءة نعبي بقى الميا كلها كده زي ما احنا شايفين كده وبعدين هنغطي عليه وشوية وهنهز شوية البرتمان عشان البنجر يدي اللون مع كل البرتمان تاني يوم بتلاقي اللون بدأ يتغير تهزي برضو البرتمان شوية تالت يوم بتاكل منه وبعد ما تهزي تاني يوم بتلاقي اللون بنجر كل اللفت بقى لونه احمر تغطيه كويس قوي اهم حاجة تغطيه كويس قوي تحبوك اللغطة كده عشان يطلع معيك كويس وبالفهنة وسحة اتمنى يكون نولت على حزن اعجابكم موسيقى